السلام عليكم ومرحبا بكم اتمنى ان شاء الله تكونوا كل الملاح وتكونوا في صحة جيدة لا تنسوش الى اعجبتكم الفيديو وتعليم معاليكم اشتركوا في القناة وتفعلوا الجالس لياسي لكم كل جديد و لا تنسوش توصلكوا هذا الفيديو الى اكبر عدد من اللايكات طبعا اذا اعجبكم اليوم سنجدو سمك السلامون في الفرن يأتي بزاف ابنين مع واحد السلسة يقدموها في المطاعم الكبرى نتمنى الوصفة تعليم وتعجبكم و نبدأ بالخطوة الاولى اول حاجة وش عدنا انت اي نوع تحل الخضر عندك ممكن تستعمله انا عندي هذا البروكلي وعندي شوية باتاتا حاجة اللولى نحطهم يفوروا بهذه الطريقة نحط الباتاتا هي اللولى باش نحط البروكلي كما نعرفوه البروكلي تم تمام ونخليهم يفوروا الحاجة ثانية عدنا الزيت ملح في الفلكحل شوية موتار شوية تعد توم وطبعا عندنا الخل نحطوه كامل مكونات معا بعد نبدوه بالزيت حوالي يزوجو مغارف ملح في الفلكحل شوية على الخردل ما نكتروش بزاف كامل يجي حارة ومالحة في نفس الوقت ومغالفها صغيرة على الخل والتوم هو اللي حياتنا هذي كل بنا خلطوه نخلطوه جميع المكونات معا بعد ونحطوه سمك السلمون ونخلوه حوالي زوج سبايا في التلاجة طبعا نتبلوه الملح بهذه الطريقة ونخلوه بالنسبة للأصص نحتاج نصف كس تعاصير الليمون مغير فونس مغارف كبيرة تعمى عدنوس يكون مرحمة زوج سنينة تعدهم ملح وفلفل اول حاجة نضع المقلات تسخن الملح مباشرة نضع المرغارين نستنعوه الدوب شوية نضع هذه السنينة تعدهم نحاولو ما نكتروشتهم يعني يزود سنينة فاقت باش نقعدو ندوقو فهادي الاسوس ونستبنو ونقولو وش مل بنا فيها وما نعارفوش انا نحب هكذا كي نقدم طابق ويقعدو يقولو لي وش فيه وش فيه يعني ما يقدروش يعارفو هذيك الوصفه وش فيها رح تزيد بننا للوصفه غينشمو هذيك الريحاتات بدت تخرج مباشرة نحطوه المعدنوس كيما كو تشوفو المعدنوس راهم قطع هرقيق قطعو هرقيق قد ما تقدرو نحط الملح وفلفل لكحل ونقلبهم شوية بعد ما نجزد دقيقة فقط ولا دقيقة ونصف مباشرة نرمي هذا كعاسير الليمون كيما قلتلكم تقريبا نصف كاس يغلي زوج دقيقة فقط ونطفي عليه وهنا ينجو السمك السمو بعد ما ترقت في التلاجة نحطوه في السنواء يفضل يكون فيها ورق الزبدة حكا بش ما يلسق وما نحتاجوش نديرو كمية تعدوهون كبيرة في نفس الماغيناد اللي حطينا فيها السمك السمك نحطو فيها الخضر وهنا كما كنت شوفو يفضل يكونوا سخونين مباشرة بعد ما نفوروهم نحطوهم في هذي كلاما غيناد ويفضل ما نقعدوش نقلبو بزاف يعني غير زوج خطاعت من تحت الفوق من تحت الفوق مباشرة نحطوهم في السنواء اللي يدخل للفرن اهنا شعلت عليه من تحتها بعد ما تحمرلي زيت شعلت عليه من الفوق على درجة حرارة 170 وهذا هو الشكل تالي عصو ستاعنا شوفو كفاش جات تعقدت و جات ما شاء الله و الريحة والبنة ما نحكيلكمش خصوصا كما قلتلكم لي حب هذي البنة تعلق روسية اكيد راح تعجبوه و كما نعرفو السمك غاني بالأوميغاتيري يعني جي شوية تقيل تقضي تاكلي قطعة من نوبر احات شبعي معا تزيدي هذي لاصوس تقدري تاكليه وهذي لاصوس تكفي حتة اربع اشخاص لان ما حاش نديرو كمية كبيرة حوالي ملعقة فقط هذا هو الشكل تاعو بعد ما اطاب يفضل ما نحمروش بزاف باش هكدا يقعد ببنين و يقعد يعني تطري في نفس الوقت او طيب انه خليتو حوالي 15 دقيقة بالنسبة للخضره اللي تحب تجيها الشكل حمر كتر من هكا معليها غير الدير غير فاتع زبدة و تدخلها للفن يتحمرو كما تعرفو دايما نقدم معاكم التبسي يعني كيف كيف ندري سي الطابق معاكم هذا هو الشكل تاعوي يعني شكل باسي جدا و اي واحدة تقدر تزينه بالنسبة للخضره تقدري تديري زرودية تقدري تديري جلبانه تقدري تديري بوش حبيتي يعني اي حاجة متوفرة عندك تقدري تديري فيها و يفدل تكسري الالوان مثلا ندري اخضر احمر ابيض هكا بش يجي طبق تاعك يجي جامل درت زينته بهذه الشريحة و سبق لي وريتلكم كيفش نقسمه هذي الشريحة بشتطينا هذا المنظر و زينته بشوية مع النوس وهذه هي الطريقة تاع تقديمته ندري حوالي ملعقة من هذي كلاسوس و يفدل نخلطه هكا بش ما يعني بش يخرجنا هذك المازج ما بين الزبدة و ما بين الليمون و نشوفوا الشكل تاعه و كيفش جال داخل هذا هو الشكل النهائي تعالوا وصفتي على اليوم اتمنى يا ربي الوصفة تكون عجبتكم قبل اخير تهلا وفير وحديكم و الفيديو لاحق ان شاء الله مع السلامة